ترجمة نانسي قنقر والأهل ما اشتركش في بطولة السلطان حسين وتم إلغاء معظم المسابقات الرياضية كمان توقف تنظيم الحفلات في النادي المباريات والمسابقات المختلفة وكمان الحفلات كانوا مصدر دخل رئيسي للنادي بجانب الاشتراكات لكن ده كان قدر النادي في الوقت ده لأن أعضاؤه كانوا وقود ثورة 1919 وكان من أهم مكاسب ثورة 1919 ظهور شعار مصر للمصريين شعار سيطر على العقل المصري من بعد انتهاء الحرب العالمية في نوفمبر 1918 واستمر لسنين طويلة وكل الرياضة نصيب من الشعار ده تحركات المصريين من أجل الاستقلال وحق الشعب المصري في تقرير مصيره خلت المصريين يكرهوا أي نشاط للأجانب وظهرت بوادر ده في الجمعية العمومية المنعقدة في 6 فبراير 1919 فتحدث في نهاية الجمعية العمومية عضو النادي حسن فريد بيك قائلا أزف إلى معالي رئيس النادي بشرة مما تؤدي إلى تحقيق آماله بالنسبة للنوادي وهي أنه وجدت فكرة لعمل اتحاد رياضي وطني بين الأندية وتكونت لجنة من النادي للعمل على تنفيذ هذا المشروع وجمع جميع الأندية تحت لواء واحد ونتعشم أن تنجح تلك اللجنة في عملها وتتحقق فكرة معاليكم من إنشاء الأندية بجميع العواصم اللجنة اللي كونها أعضاء النادي الأهلي لعمل اتحاد رياضي وطني بدأت تشتغل وعملت اتصالات بالأندية المصرية المختلفة كانت فكرة لتأسيس اتحاد مصري خالص بدل الاتحاد المختلط لكن قامت ثورة 1919 في شهر مارس وانشغلت كل أطياف الشعب ولم تحقق الدعوة النجاة ترجمة نانسي قنقر